المنحة اللي هتكلم لك عنها في الفيديو ده هي واحدة من اسهل المنح الدراسية. بكرار لك تاني. من اسهل المنح الدراسية اللي حضرتك ممكن تقدم عليها. بغرض ايه? بغرض اما تدرس في المملكة العربية السعودية او تدرس في دولتك ازا كانت متاحة من ضمن الدول اللي ممكن انك انت هتدرس فيها. يعني ايه الكلام ده? يا انا حضرتك لما ندخل مع بعضها هتشوف مجموع من الدول اللي انت ممكن تختار انك انت تدرس فيها. لو دولتك من ضمن الدول اللي موجودة فانت ممكن تختارها وتاخد التمويل وتدرس فيها. لو دولتك مش موجودة فحضرتك ممكن في الحالة دي تختار انك انت تدرس في مملكة العربية السعودية. المنحة اللي احنا بنتكلم عنها هي منحة ايه? هي منحة الندوة العالمية للشباب الاسلامي. ودي بتمكنك من انك انت تدرس باكالوريوس او ماجستير او دكتوراه. طبعا منحة مهمة جدا للطلاب اللي لسه مخلصين سنوية عامة او حابين يدرسوا الباكالوريوس. فخلينينا نروح مع بعض على بتاعنا. نتعرف على التفاصيل والمميزات ونشوف مع بعض زي ممكن نقدر نقدم. لو الفيديو عجبك منساش ان انت تعمل لايك. لو لسه مش مشترك في القناة. ياريب تشترك وتفعل زر الجرس على اول. علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوات اللي احنا بنقدمها. والمنحة اللي حضرتك بتسأل عليها ويكون شرحناها على القناة توصلك اشعارات بها. ويلا بينا دلوقتي نروح على اللابتوب بتاعنا. منحة الندوة العالمية للشباب الاسلامي. طيب. الدولة اللي انت ممكن تدرس فيها. يا اما المملكة العربية السعودية او دولتك. الجهة المنحة اللي هي الندوة العالمية. المنحة اسمها الندوة العالمية للشباب الاسلامي. من مملكة العربية السعودية. تمام? بتقدر تحصل على درجة باكالوريوس او مش السرعة ودكتوراه. اخر معدل التقديم هو اتناشر اغسطس عشرين تلاتة وعشرين وبوعدك ان طريقة التقديم سهلة جدا. شوف معي طريقة التقديم هتعرف ان كلامي صح لان انا عمري مدحكت عليك. طيب. بعد كده هنيجي هنا مع بعض. مين الدول المسموح لها ان هي تقدم? خلي بقى لك ان دي الدول اللي موجودة واللي تقدر تقدم على المنحة واللي مرتلك. لو دوليدك مش موجودة تقدر انك انت هتقدم بغرض ان ان تدرس في المملكة العربية السعودية. طيب ايه هي البرامج المتاحة? موجود الشريعة واللغة العربية. موجود العمل والادارة. موجود القانون. تقنية الاتصالات والمعلومات موجودة. الهندسة موجودة والصحة موجودة. ولكن خلي بالك ان الصحة حاجة والطب حاجة. دي حاجة ودي حاجة تانية. يعني هنا مفيش طب. فيه صحة. طيب المنحة بتقدم لك ايه من المميزات? بتغطي لك جامعة تجليف الدراس. هي دي المميزات الخاصة بالمنحة. هتسألني عن اي مميزات تانية? هقول لك مش مكتوب غير ان هي بتغطي تكاليف الدراسة. تمام? طيب ايه هي المستانيات المطلوبة? طبعا بتملأ الخاص بالمنحة. وده هنشوفوه مع بعض في الفيديو. شهادة سنوية العامة مطلوبة منك. نتيجة اختبار القدرات للدارس بالسعودية والراغب بالدراسة في السعودية. لو حضرتك كنت دارس في السعودية وعيس اقدم عن منحة دي بيكون في اختبار قدرات لازم تقدم له نتيجة. او لو حضرتك عندك الرغبة ان انت تدرس في السعودية فانت لازم تقدم برضو نتيجة لاختبار القدرات. كمان نتيجة اختبار التحصيلي للدارس بالسعودية والرغب بالدراسة في السعودية. لش أحضرت لك يعني الدارس في السعودية والراغب في الدراسة في السعودية. صورة جناز السفر او بطاقة الهوية الوطنية. سورة شخصية ملونة للطالب. تسكية من جهة معتمدة. يعني حضرتك بتجيب وخطاب توصية وتسكية من مكتب الندوة او جهة معتمدة لدى الندوة للدراسة خارج السعادية. طيب ايه هي شروط التعديم على المنحة دي? طبعا انت بتسجل عن طريق الرابط اللي بيضم الدولة بتاعتك بدها نشوفه بنعمل بالنموزج والكلام ده كله والوسائق لازم ترفقها كل دي حاجات معروفة. خلي بالك اني المتقدم يكون خريج للاعامة الدراسية الثلاثة الاخيرة فقط. يعني فيه منح بنتكلم عنها يقول لك شهادة بتاعتك ما تكونش اقدم من خلال السنوات. ما تكونش اقدم من ست سنوات. هو انا بيقول لك ما تكونش اقدم من ثلاث سنوات. بعد كلا بيقول لك لو رغيب المنح في السعودية يشرط ان يكون من خريج السنويات السعودية وحاصلا على معدل. خمسة سعين في المية في السنوية. تسعين في المية في القدرات. تسعين في المية في التحصيل. فما فوق. تمام? المنح خارج السعودية يشترط تقديم ما بتتميزه مع معدل تمامين في المية او اقصر. المجلسير والدكتوراه يكون حصل على امتياز في الشهادة السابقة. يعني لو انت بتقدم على مجلسير يكون بكالريوسك حصل فيه على امتياز. لو بتقدم على دكتوراه كل مجلسير بتاعك حصل فيه على امتياز. حاجات كلها تقدر تقراها ما تنساش ان انت هنا اكتياز المقابل للشخصية بعد قبولك الاول في لازم تكون مركز في الحاجات دي. طيب هنا دي مواقع التواصل الاجتماع الخاصة بينا وجروبنا على تليجرام كناتنا على تليجرام جروبات وسائل التواصل الاجتماع خاصة بينا هنا. لو حضرتك حابب تقدم ان خلالنا بتضغط على خاص بينا بيفتح معك بتمدل بتم التواصل معك بالكبول فريحة ان لو سمحت اقرأ كل حاجة فالابليكيشن كويس قبل ما تملأ. طيب هنا ده الموقع الرسمي لما بتضغط عليه تفتح معك الصفحة الرسمية خاصة بالمنحة بتاعتنا. تعلن الندوة العالمية للشباب الاسلامي عن فتح باب التقديم لمناح الندوة الدراسية. هنيجي مع بعض للتسجيل اضغط هنا. بالنضغط هنا بيبدأ ايفتح معنا بتاعنا. افتكر ان اقولت لك سهل وبسيط. مش عايزين حاجة صعبة علينا عن اختار باللغة العربية. شروط التحق بمنح الندوة العامية عشرين اربعة وعشرين. كل حاجة موجودة هنا قدامك ومستندات كل حال. لو انت في السعودية بتضغط على السعودية وعايز تدرس في السعودية بتضغط عليها. لو انت دولتك من الدول الموجودة هنا بتضغط على افريقيا. اسيا الشرق الاوسط. فلسطين اليمن العراق موجودين. هنا اوروبا والامريكاتين ما يهمناش ولا هم ولا اسيا السعودية. افريقيا الشرق الاوسط هم ليهمون. بيقول لك خلي بقى لك لو انت سجلت في اكتر من رابط مش هيقبله الطلاق بتاعك. تمام? ازا تم التسجيل في اكتر من رابط فسوف يلغى الطلاق ده اللي مكتوبه قدامك. ضغط على افريقيا لان مصر موجودة. هنا بنكتب اسمنا بالكامل. بعد كده الجنسية بتاعتنا. هنا رقم الهوية الوطنية او رقم جاز السفر. رقم الجوال والبريد الالكتروني وبتختار الجندر بتاعك زي كم زكرة مقنسة. المعلومات الدراسية. بلد الدراسة المرغوبة بنختار مساء على خطار هنا مصر بالنسبة لي. مرحلة دراسية المطلوبة انا عايزة ادرس ايه مساء الباكالوريوس. هل انت على قائد الدراسة في الجامعة? لو حضرتك بتدرس في الجامعة دلوقتي بتقدم المانحة دي بتقول له نعم? لو لا بتقول له لا. بعد كده بيقول لك هل انت عندك شهادة ايدس او معادلة? لو عندك بتقول له نعم? لو لا بتقول له لا. بعد كده مطلوب منك الصورة الشخصية. صورة الهوية. شهادة السنوية. استجيل الاكاديمي للدراسين بالجماعات. لو حضرتك كنت في جامعة بالفعل. افادة انتظام للدراسين بالجماعات. في حاجات هنا مش بتطبع على طلاب السنوية ما نمش دعوا بيها. شهادة مشاركة تطوعية. لو حضرتك عندك مشاركات التطوعية. وبعد كده بتقول له اتعاهد بان جميع البيانات والمعلومات اعلى صحيحة. تيجي هنا بتكتب التوقيع بتاعك هنا بس بتكتبه كتابة. وبعد كده حضرتك خلص كل حاجة وتضعت على ارسال. ودي كانت طريقة التهديم على المنحة الخاصة بالندوة العالمية للشباب الاسلامي. قد قدامك وكل حاجة موجودة قدامك سهلة وبسيطة جدا تقدر انت هتقدم عليها. دي كانت كل حاجة عن المنحة. اتمنى شرح انا اضحه بسيط. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. واشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.